تحت شعار العمل من أجل عالم أفضل انطلقت في مدينة اسطنبول قمة البوسفور بنسختها الثانية عشرة بتنظيم من منصة التعاون الدولي بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية من نحو خمسين دولة حول العالم فلسفتنا التي تكشف عنها هذه القمة هو تحقيق رفاهية أفضل للعالم من جميع النواحي ومجيء هذه القمة في ظروف تداعيات وباء كورونا يحتم علينا للبحث عن أدوات جديدة تكتب قواعد التجارة والاقتصاد بشكل مغايرا عن السابق لذلك نريد أن نستغل أجندات هذه القمة لتبادل وجهة النظر فيما يخص التحديات الحالية وسبل تجاوزها مسؤولنا في الأمم المتحدة دقوا ناقص الخطر لتجنب الكارثة الإنسانية التي تواجه الدول النامية بسبب ظروف وباء كورونا الدول استنفرت جهودها في الفترة الأخيرة من أجل أهداف الاستثمار والتنمية المستدامة لكن الجانب الذي لا يمكن إخفاله هو واقع الدول النامية فهي بحاجة باسة لتوفير نحو تريليون وسبعمائة مليار دولار لمساعدتها على تجاوز التأثيرات القاسية لوباء كورونا ولا يوجد وباء أخطر من وباء الاحتلالات واغتصاب حقوق الشعوب وحرية تلك البلدان هي الشرط الأول لاستقرار العالم كما يقول المشاركون إذا كنا نريد تأسيس عالم مفعم بالسلام يسود النظام العادل فلنمنع تلال البلدان واستضعاف الشعوب الكثير من الدول تتغاضى عما يفعله الاحتلال في فلسطين ولا تريد أن تعرف ماذا يجري في كشمير والمستغرب أنها في الوقت نفسه تتحدث عن الاستقرار العالمي كما نبه المشاركون في القمة على ضرورة النظر إلى أوضاع النازحين والمهجرين ووضع قضيتهم في أولويات أجندة هذا التجمع العالمي وفي هذا السياق ازاد أوضاع ملايين النازحين واللاجئين في المخيمات سوءا وتدهورا إما بفعل هذا الوضع الوبائي أو نتيجة للاستمرار النزاعات المسلحة وطول أمد الأزمات الإنسانية وغياب أي أفق حقيقي للحل إننا كمجتمع إنساني لا بد أن نرفع أصواتنا ونطالب المجتمع الدولي بدوله ومنظماته بالحد من هذه المعاناة الإنسانية عبر وضع حلول سياسية عاجلة للأزمات الحالية وتفعيل القانون الإنسان الدولي ومحاسبة منتهكيه وتستمر القمة على مدار يومين وينتظر عقد اتفاقات وشركات متنوعة في عدد كبير من القطاعات بين المؤسسات والمنظمات والدول المشاركة في القمة ترجمة نانسي قنقر